اللامركزية علاش كيفاش وقتاش علاش اللامركزية ايه نعم علاش فاش قام بوكوا واي عندكم الحق سؤال وجه اللامركزية هي فكرة هي سياسة هي استراتيجية لتحقيق بعض الاهداف واحد تغطية كل المناطق في الجمهورية باش تكون بكلها مناطق بلدية وهذا ياسمه تعميم النظام البلدي ثنين التنقيس من الفوارق بين الجهات المحظوظة والجهات اقل حظ وهذا اسمه التمييز الايجابي ثلاثة القرارات يوليوا يخرجوا من السلطة المحلية حسب ارادة الناخبين المحليين من غير تدخل السلطة المركزية اما زادة من غير شعبوية من السلطة المحلية على خاطر فما تنسيق بين السلطتين وهذا يتسمى التدبير الحر في اتار وحدة الدولة اربعة تقريب الخدمات من المواطن وهذه تتسمى ديمقراطية القرب ديمقراطية دو بوكسيميته وما ننسيوش انو المواطن بش يستنفع بحقوقه يلزموا يقوم بواجباته كيما المشاركة في الشأن المحلي يعني ينتخب ويعترايه واكتراحاته في المجالس البلدية وباتبع يخلص الادئات البلدية وزاد يكون عنده سلوك حضاري للمحافظة على مكاسب المنطقة وهذا يتسمى الديمقراطية التشاركية من الاخر اللي مركزية فيها اكثر شفافية اكثر تشاركية اكثر مرونة واكثر تجديد فيما يخدم مصلحة المواطن وخصوصيات المنطقة اللي يسكن فيها وباش نلخصه في جملة علاش اللي مركزية اللي مركزية على خاطر تخليك كمتساكن شاريك في التنمية وتحسك كمواطن بالمسؤولية وتحققلك كمستعمل الرفاهية اشتركوا في القناة